هذا وتتسم العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة باستمرارية التواصل والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين وقد جمعت الشقيقتين وحدة المصير وروابط الأخوة وشائج القربة حيث أنها تميزت بالتطور المضطرد على كافة الأصعدة انطلاق من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمعهما تجاه مختلف القضايا شهدت العلاقات البحرينية السعودية نموا ورسوخا بفضل توجيهات واهتمام جلالة الملك المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين فعلى مر العقود والأزمنة شكلت العلاقات البحرينية السعودية انموذجا في الأخوة التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتنامية حتى وصلت إلى مستوى متقدم من التنسيغ في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية والتي أرسى قواعدها الآباء والأجداد وبلغت أعلى مستوياتها من التكامل والترابط وتطابق المواقف خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم وفي السياق ذاته فقد تميزت العلاقات الثنائية بين البلدين بمواقف تاريخية ثابتة التي دائما ما تؤكد مملكة البحرين من خلالها اعتزازها بالمواقف الأخوية المشرفة للمملكة العربية السعودية الشقيقة كعمق استراتيجي وحيوي لأمتنا الخليجية والعربية والإسلامية وحسن منيع للإسلام والعروبة وتجمع جلالة الملك المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين زيارات متبادلة مباركة عززت التأكيد على قرب وعمق العلاقات الأخوية بين الشقيقتين فحفاوة حسن الاستقبال والمميز لطبيعة اشتياق الأشقاء لبعضهم البعض والكلمات المتبادلة تجسد التكاتف والتضامن والعلاقات الأبدية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين إلى ذلك تمضي مسيرة التعاون الثنائي المشترك قدما نحو المزيد من التطور والتظافر لإثراء إنجازات العمل المشترك وتعظيم النتائج الإيجابية المتطورة الناتجة عنه بفضل الرعاية الملكية السامية والتوجهات الرفيعة لقيادة البلدين الشقيقين هذه القاعدة الصلبة أسست على ثوابت لا تقبل المزايدة وتسير على درب ومصير واحد وهدف مشترك في السراء والضراء حيث أنها دائما ما تكون تحظى بدعم واهتمام من قبل قيادتي البلدين لاقفان على الدوام في صف وخندق واحد لإيمانها بوحدة الهدف والمصير اشتركوا في القناة